لحظة الأخيرة للفنان بيوناردو دافينشي واحدة من أهم الأعمال الفنية في تاريخ الفن الغربي فهذه اللوحة تمثل لحظة حاسمة شديدة في التكتيف وتصور آخر ما شركه السيد المسيح مع حوريه وتلاميذه فنيا جرب فيها دافينشي تقنية الرسم على الجس الجاف بدلا من تقنية الفريسكو التقليدية اللوحة الموجودة في دير سانتا ماريا ديلي جراتسي في ميلانو الإيطالية رسمت خلال ما يعرف بعصر النهضة الذي شهد تحولا كبيرا في الفكر والثقافة في أوروبا واستطعت اللوحة أن تؤثر فيما بعد في عدد كبير من الفنانين والمبدئين عبر العصور حتى صارت أيقونة رمزا ثقافيا يعبر عن الخيانة والفداء والأمل باريس استدعت المشهد ذاته في حفل افتتاحها لدورة الألعاب الأولمبية بمحاكاة اعتبرها كثيرون في العالم إساءة للسيد المسيح والذيانة المسيحية ظهر من بين ما ظهر من المشاركين رجل يرتدي ملابس نسائية يضع مكياجا في محاولة لجزيد لوحة العشاء الأخير لمشاركة مغن شبه عار هذا المشهد سبب حالة من الغضب على نطاق واسع بدأت بوادره إرهاصاته من داخل فرنسا بتصريحات الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية التي قالت للأسف احتوى هذا الحفل على مشاهد تسخر من المسيحية وهو ما نأسف عليه بشدة أشكر أصحاب الديانات الأخرى على تضامنهم معنا نفكر في المسيحيين بالعالم الذين جرحوا من هذا التجاوز هذه التصريحات تبعتها إدانة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكنيسة الروم الكاثوليك في رام الله فلسطين طبعا اليمين الفرنسي لم يفوت الفرصة على أصدقائه اليسار علقت ماريون هنا ماريشال عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية تقول إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشعرون بالإهانة من هذه المحاكاة الصاخرة للعشاء الأخير خلال حفل افتتاح باريس 2024 ألموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث من يتحدث إذن؟ بحسب ماريون من يتحدث هي أقلية يسارية مستعدة لأي استفزاز تقول تطور الأمر فيما بعد إلى تعهد المحامل فرنسي فابريس دي فيزيو بتقديم شكوى رسمية على اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح بسبب تجسيد اللوحة بهذا الشكل في أمريكا علق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون باعتبار ما حدث من تجسيد المسيح في هذه الصورة أمرا مهينا وصادما للمسيحيين في جميع أنحاء العالم بحسب تعبيره أما عربيا فقالت لولوى الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية عبر حساب منصة X بصفة مسلم أرفض وأذين بشدة الطريقة المهينة التي تم بها تصوير السيد المسيح أعبر عن تضامني مع الإخوة المسيحيين الذين شعروا بالإهانة وهذا حقهم من جهته شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هجوما لاذعا جديدا انتقد فيه ضعف الغرب وتفكك وهو ما تجلى برأيه في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس قال أوربان إنهم يتخلون تدريجيا عن الروابط الروحية والفكرية مع الخالق الوطن والأسرة مما أدى إلى تدهور القيم الأخلاقية العامة في المجتمع كما رأيتم وشاهدتم إذا شاهدتم حفل افتتاح الأولمبياد يقول رئيس الوزراء المجر بعد هذا الغضب الكبير اضطر هذا الرجل الرئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 توني إستانجي إلى الرد قال إن حفل الافتتاح كان يهدف إلى إثارة التفكير بهذه البراءة ثم يتابع لدينا حرية التعبير في فرنسا نريد حمايتها لكن بعد ساعات عادت المتحدثة باسم الأولمبياد باريس للاعتدار موضحة أنه لم تكن هناك أي نية لإظهار عدم الاحترام لأي مجموعة دينية لكن ذلك لم يبدو مقنعا بالنسبة لهذه الشركة شركة سي سبايرا الأمريكية للاتصالات والتكنولوجيا التي قررت وقف تعاقداتها الإعلانية مع أولمبياد باريس بسبب ما قالت إنه شكل بالنسبة لها صدمة من الصورة التي اعتبرتها تسخر من الديانة المسيحية